أبو يراح على طول دون ما يفكر جبس كيني وهجم علي لحظات تهز المشاعر والقلوب عن ظاهرة قاسية تنهش في حياة المجتمع العربي هذا ما نقلته مشاهد فيلم نساء الحرية للمخرجة الفذة عبير التي صورت مآسي تعيشها نساء قد قتلنا أو يعشنا تحت تهديد القتل بحجة ما يسمى شرف العائلة ما قدرتش أتقبل أنه في حد يخنقني حد يشنقني حد يطخني لو أخذ الشي حوالي أربع سنين أعمل الفيلم علشان كان كتير سعب تلاقي الناس يقبلوا يحكوا بالفيلم تبعك تلاقي الناس اللي يقبلوا يحكوا عن التجارب تعونهن اللي هن مروها يعني تعرضوا لمحاولات للقتل تنغم سعبير في قضايا العنف ضد النساء في صناعتها للأفلام فكانت تجربتها السابقة لفيلم مثيرا ومأساويا أيضا صلتت فيه الضوء على نساء تعرضنا للاعتداءات الجنسية كنت أهرب كنت أخاف من كيف تطلع علي كنت أخاف من كيف بتعامل معي كنت تتعامل مع هاي المواضيع يعني هي يعني عملان الفيلم الأولاني كان إشي بطور المستحيلات كان إشي كتير 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 سعب بس إذا إحنا لازم بيننا نغير ولازم نغير ولازم نغير المجتمع ولازم نغير كتير أفكار وأفكار نمطية موجودة لازم نعمل هاي الأفلام حققت هذه الأفلام نجاحا كبيرا ليس فقط على الساحة المحلية إنما أيضا عالميا وحصدت للكثير من الجوائز السينمائية التقديرية المجتمع أنا بحط حق على الجميع كمان إنه علينا إحنا كمان إدساء مين عم بيربي الأولاد مين بيربي الشباب هذولا يعني المسئولية هي على الجميع على كل فرد وفرد مننا وعشان هيك مسئولية كل واحد وواحد فينا لأنه يعمل التغيير جراءة عبير في جلب قضايا حساسة ومقصة في المجتمع العربي إلى الشاشة السينمائية تبدو جلية ومثيرة للإعجاب ما يساهم في رفع الوعي المجتمعي والالتفات إلى هذه القضايا المهمشة اختيار المخرج عبير لقضايا العنف والاعتداءات الجنسية ضد النساء في مواضيع أفلامها يعتبر تحدي كبير لمجتمع يحاول إبقاء هذه القضايا بعيدا عن الضوء من مدينة يافا لليوم على الحرة عينب حلبي